لا يزال هذا البناء يواصل إجراءاته التعسفية ضد الفلسطينيين فبعد مشروع قانونه باقتطاع أموال الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية ها هم أعضاء الكنيسة الصهيوني يتسابقون لإقرار قانون جديد يمنح وزير الداخلية الصهيوني صلاحية إبعاد المقدسيين عن مدينتهم في أحدث القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وإنص القانون الذي صادق عليه الكنيسة على منح صلاحية صحب هويات المقدسيين بحجة المساس بأمن دولة الاحتلال أو انتبائهم للفصائل الفلسطينية ما يعني عمليا ترحيل المقدسيين من القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أكثر من 15 ألف فلسطيني جردتهم سلطات الاحتلال من حق الإقامة في القدس على مدى العقود الماضية بحجج مختلفة بحسب المنظمات الحقوقية الصهيونية التي تشير إلى أن دولة الاحتلال تفرض متطلبات شاقة على المقدسيين للحفاظ على بقائهم في المدينة قوانين تأتي في سياق موازن مع التأكيد الأمريكي المتكرر على نقر سفارة واشنطن للقدس في شهر أيار القادم والاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة والذي فتح شهية سلطات الاحتلال لتضاعف نشاطها نحو الاستيطان وأحكام سيطرتها على قدس المحتلة إعلان لا تزال السلطة الفلسطينية في حرج منه بعد نكث واشنطن بالضمانات التي قدمتها باتفاقية أوسلو حيث توجه كبير مفاوضيها صائب عريقات للقمة العربية المقرر لإعقادها نهاية الشهر الجاري في الرياض بالطلب أن تصدر بيانا برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس واعتباره لاغيا وباطلا وهو حل لا يراه المقدسيون كافيا حيث يعيشون واقع فلسطينيا وعربيا صعبا ويدركون تماما أن واشنطن لن تغير حساباتها بسهولة ما لم تقترن بانتفاضة شعبية أخرى موسيقى